تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالسطار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير نتبع معكم تدبر آيات القرآن الكريم وقد وصلنا إلى خواتيم سورة ياسين قلب القرآن الكريم سورة ياسين هذه السورة التي بينا نبينا صلى الله عليه وسلم وفضلها وعظمتها وقيمتها وخيرها وأنها قلب القرآن الكريم وقرأوا ياسين على موتاكم ياسين لما قرئت له ومعظم الناس يحفظون هذه السورة وصلنا إلى خواتيمها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيل إظامه وهي رمي طبعا تحدثنا عن ضرب المثل سابقا قلنا الضرب يقع جسم على جسم بعنف ويشترد فيه أن يكون الضرب أقوى من المضروب وإلا كانت النتيجة عكسية ومن ذلك قول الرافعي رحمه الله هي هازئا من صروف القذر بنفسك تعنف لا بالقذر ويا ضاربا سخرة بالعصى ضربت العصى عن ضربت الحجر وضرب لنا مثلا أي أبي من خلف المثل الذي ضربه أنه أخذ عظما قد بلي ورتفتت راح يفتته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتزعم يا محمد أن ربك سيحي هذا بعد أن صار إلى ما ترى وإن كانت هذه الآيات نزلت في أبي من خلف إلا أنها لا تقتصر عليه إنها تشمل كل مكذب بالبعث ممكن لهذه القضية ونسي خلقه يعني لو تذكر خلقه ولو تأمل في ذات نفسه وجد الدليل على ما يكذب به نفسه لأن الله خلقك من العدم فصار لك وجود فإذا ميت بقيت منك هذه البقايا التي تفتتها منثورة في الأرض ومعلوم بحسب ما تفهم العقول أن الإيجاد من موجود أهوى من الإيجاد من العدم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه طبعا هنا لننتبه هذه الآية تخاطبنا على قدر عقولنا وفق منطقنا وإلا فلا يقال في حقه تعالى هيا وأهوى وسهل وأسهل هذا يقال في حق البشر فحسب لكن تقريب لأزهلنا وضربنا نبثنا ونسي خلقه قال من يحي العظامة يا رمي حينما ألقى هذا السؤال على الكافرين المكذبين بالبعث يقولون لا أحد يستطيع أن يحيي الموت لماذا؟ لأنه يقيس المسألة على عجز القدرة في البشر لا على طلاقة القدرة في خالق البشر ومعنى العجيب أيضا أن الله سبحانه وتعالى يثبت للإنسان سفة الخلق بشكل ما فيقول فتبارك الله أحسن الخالقين والإنسان ينكر ويكذب بقدرة الله في الخلق فإن كان ربك لم يظن عليك بأنك خلقت يعني أن الإنسان يتزوج ويجي ولد وهذا أبو أمهني اللي جابه وراع ذلك فإن الإنسان يظل على خالقه طبعا نحن عندما نتحدث عن صفة من صفات الله ووصف بها البشر فلابد أن نأخذها في إطار ليس كامس لي شيء طيب ضررنا نمثل منسي خلقه قال ميح الأظامة وهي رمين رمين قديمة بالية تتفتت ثم يرد الحق سبحانه وتعالى على هذا المكذب وأنثال هذا المكذب قل يا محمد جابه يحييها الذي أنشأها أول مرة معنى أنشأها يعني من العدم وطبعا إنشأها من موجود أو لا أول مرة في الرد على هذا المكذب فيوحي بأن هناك مرة أخرى وأحياء آخر غير الأول وهو بكل خلق عليم أي بالخلق الأول وبالخلق الثاني أول شيء خلق من العدم وبعدا وهي رمين فإذن هذا المعنى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله سبحانه وتعالى عليم كيف يكلف الإنسان وعليم كيف يجازيه وعلى قدر التكليف يكون الجزاء الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدون يسوق المولى لهم ذليلا آخر على طلاقة قدرته فإن كنتم تكذبون بالبعث فانظروا إلى هذه الآية المادية التي تشاهدونها فالذي يحيي العظامة التي رمت يعني صارت بالي رمت هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار توقيدونها فيشتعل العود الأخضر والخضرة هي دليل الرطوبة والمائية فكيف تأتي النار من الماء هذه آية يرونها في البيئات العربية كل يوم ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرفه الإنسان عرفه الإنسان واستخدمه بسلام لأنه أصفى وقود وهو صحي لا يلوث البيئة ولا يضربها إذن هذا ترقي في الدليل فبعد أن ذكر سبحانه آية جعل الشجر الأخضر نارا يسوق الدليل الأقوى ويتابع فإذا أنتم منه تقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلي خلق السماوات سماوات دليلنا العلو الثابت الذي يتغير والأرض دليل منامس لنا نشاهده ونباشره وحيثية هذه الآية جاءت في آية أخرى حيث قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلموا فإن قال قائل لماذا خلق السماوات للأرض مع أنها لا تحس ولا تتكلم ولا تعلم أكبر من خلق الناس نقول نعم خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لأنها منذ خلقها الله على حالها لم تتغير وستظل إلى قيام الساعة أما أنت أيها الإنسان فتموت تموت لقد يموت الإنسان وهو طفل قد يموت هو جنين قد يموت وهو شاب أو شيخ هرم وقصارى ما يمكن أن يصل إليه أمر الإنسان في هذه الدنيا مئة عام أو يزيد عليها بضعة عوان فأين عمر الإنسان من عمر الشمس أو قمر أو الأرض وهل رأينا خادما أطول عمرا من مخدومه إننا تواردوا على هذا الكون أفرادا وأمما ودولا تذهب جميعها وتفنى وتبقى السماء والأرض كما هي شامخة عظيمة لا يطرأ عليها تغيير ولا تخرج عن قانون التسخير في شيء أبدا ومنذ أن خلق الله هذا الكون ما رأينا كوكو من خرج عن فلكه ولا تخلف عن موعده أو امتنع عن أداء مهمته هذا حال الجمادات في السماوات والأرض فما حالكم أنتم أيها العقلاء لو تحدثنا في المادة فهي تبقى وأنتم تموتون وفي المعاني والقيم تتساند هذه الجمادات وأنتم تتعاندون وتختلفون وتتصارعون فأي يكون إذن أحسن خلقا وأكبر طلعت خلق السماوات والأرض أكبر أهو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أي نعم قادر وهو الخلاق العليم خلاق صيغة مبالغة من خالق ليؤكد هذه القضية لكل مكذب بها وهو سبحانه العليم أي بمن خلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون هنا إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مكذب بالبعث كأن الله يقول لهم يا من تكذبون بقدرة الله على بعث العظام التي رمت أتظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون عندهم الله الخالق لا يخلق بعلاج وإنما يخلق بكلمة كون بل يخلق سبحانه بمجرد مراده فإن أراد شيئا كان دون أن يقول ودون أن يأمر وما كلمتكن إلا لتقريب المسألة إلى أذهننا وسبق أن أوضحنا هذه العملية بمثال ولله المثل على قلنا كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله وقد أفاض عليك بمثلها في ذات نفسك فأنت مثلا حينما تريد أن تقوم من مجلسك ماذا تفعل؟ هل أمرت العضلات أن تتحرك؟ بل هي تعرف أصلا أو هل تعرف أنت ما هي العضلات التي تقيمك؟ ما العصاب التي تتحكم في هذه العملية؟ إنك تقوم بمجرد إرادة الإنسان للقيام وليس لك دخل فيها بدليل أن الطفل الصغير الذي لا يعرف أن تكون جسمي شيئا يقوم إذا أراد القيام فإذا كنت أنت أيها الإنسان تنفعل لك الأشياء دون أن تقول لها انفعي لي فهل يليق بك أن تكذب بهذا في حق ربك وخالقك؟ فإن قلت فلماذا لا أمر أعضائي وأقول لها عملي كذا وكذا؟ نقول الحق سبحانه وتعالى يقول للشيء لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء ستأتمر بأمره ولن تخرج عن مراده إنما هل أنت واثق أنها ستأتمر بأمرك إن أمرتها أنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله سبحانه وتعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضائه عن طاعته فيريد أن يقوم فلا يستطيعه تشل أعضاء فلا يتحرك إذن فمجرد إرادة المخلوق تسيطر على جواره فكيف بإرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا الكون المخلوق كلمة كن طبعا يقولها الله ليقرب لنا فهم المسألة ويقولها لنا لأن الأشياء لا تتخلف أبدا عن طاعته والإنفعال لأمره فهذه معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون استجابت لأمره وأذنت للأرض وأذنت لربها وحقت أي حق لها أن تسمع وأن تطيع إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول له أي للشيء الذي لم يوجد بعد فكيف إذن يخاطبه وهو ما يزال غيبا قالوا الخالق سبحانه خلق كل أشياء أزلا في عالم اسمه عالم المثال فالأشياء موجودة بالفعل لكن تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود لذلك قال أحد العارفين أمور يبديها ولا يبديها فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه الرجعون هذه نهاية سورة ياسين فسبحانه عرفنا في الآية السابقة أن الحق سبحانه إذا قال كن فعلت له الأشياء وأطاعه إذن فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء طبيعي أن تختم الآيات بسبحان سبحان تسبيح تنزيه له عن أن يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فسبحانه الذي بيده ملكوت ملكوت من ملك هذه المادة الميم واللام والكاف تستخدم على معاني أربع الأول نقول ملك وهو كل من ملك شيئا ولو كان يسيرا فلو كان لا يملك إلا الثوب الذي يلبسه يسمى ملك الثاني نقول ملك وهو الذي يملك من ملك أي يملك أن يتصرف فيه وفي إدارة حركته الثالث كلمة الملك وأن يترقى الملك في أمور ظاهرة يعرفها الناس الرابع كلمة الملكوت يراد بها الملك المستور غير الظاهر وهو أقوى وأعم من الملك وقد يكون شيء من عالم الملكوت ثم يصير إلى عالم الملك مثل الأشياء التي كانت غيبا واكتشفها الإنسان أو ابتكرها فصارت مشهودة وهناك أشياء تظل دائما في عالم الملكوت لا نعرف شيئا عنها إلا في الآخرة وهذا النوع هو الذي يكذبون به ومن ذلك قول تعالى في شأن سيدنا أبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ثم يطلعه الله على عالم الملكوت لأنه لما أطلعه على عالم الملك وابتلاه نجح في الابتلاء بتفوق نجح في كل مراحل حياته سيدنا أبراهيم فلذلك أطلعه الله على عالم الملكوت فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إذن الله سبحانه وتعالى المرجع له والمآل له والعودة إليه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاردا أخرى وأسرار الملكوت لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهذه الأسرار بيّن بعضها المولى سبحانه وتعالى لبعض الأنبياء وكلمة ملكوت تحمل معنى المبالغة مثل رحموت وجبروت ورهبوت فهي إذن المبالغة في الملك لكن نلحظ عند علماء القراءات أن أحدهم يقرأ مالك يوم الدين والآخر يقرأ ملك يوم الدين بدون صيغة المبالغة قالوا لأن الكلام عن يوم الدين وفي هذا اليوم الملك كله لله وليس لأحد ملك ولا حتى الثوم الذي يرتديه إذن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون العودة والمآل إلى الخالق سبحانه وتعالى فإذن هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام سورة ياسين وهي من أكثر الصور حفظا لدى الناس ولا بد مع الحفظ أن يكون هناك تدبر وفهم للمعاني الكريمة للآيات الكريمة التي وردت في سورة ياسين وقلنا آخر كلمة وإليه ترجعون أي يوم القيامة فكونوا على ذكر لهذه الحقيقة فمن لم يؤمن بنعمة الخلق ترهبه نعمة لإعادة والمرجع فأنتم ما خلقتم عبثا ولن تتركوا سدى أسأل الله سبحانه وتعالى إن يفعنا ما علمنا وإن يعلمنا ما يفعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة الجدير والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رم العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة